نوصل لفقريت سانتي وموضوعنا لليوم عن مشاكل النمو عند الأطفال مع دكتور ممدوح منصور اختصاص غذة صماء وسكري أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك هي عائلة علاقة مباشرة بالغذة النمو عند أولاد أكيد النمو نتج عن خلل بهرمون النمو يليك تفرز الخدن خمية الإيبوفيز بالباغ بالرأس نحن نبلش نحكي عن جروس هورمون ديفيشنسي أو شورت ستيجر أصغر وسيكون عنا أكتر من ثلاثة ستاندر ديفيشن أكتر من ثلاثة ستاندر ديفيشن إذا ناخد الخط الأسود الغامئ هو الخمسين بالمئة إذا يكون لتحته لهون نبلش نحكي إذا عنا خلال سنة مع مينما الطفل أو الكيرل تبعية نمو كمان كتير أقل من المعدل نبلش نحكي بمشكلة نمو عند الأطفال نعم نحن نعلم من أسباب شو هي؟ نعرف نحن إنه اللي بيتحكم بالنمو هرمون رئيسي هو الهرمون النمو دروس هورمون ينفرز من الغدن خمية اللي بيشتغل عن طريق هرمون تاني بيفرزه الكبد هو هيدا المهم اللي هو يسموه سمعته مدينة سي أو إي جي أف وان هيدا عن طريق هالمدي تاني هالريليشن بيناتهم هي بتحدد نمو أطفال إذا في ضعف فيهم بدنا نعمل الفحص أكيد بالتشخيص لنعرف أي مشكلة وين موجودة سبب تاني لمشكلة النمو هي الغد الضراقية الموجودة بالرقبة كمان يكسل بالغد الضراقية أكيد رحين نعمل مشكلة نمو كمان التغذية سوء التغذية أحد الأسباب الرئيسية اللي يمكن كمان نمر أحدها ما نأكد عليها هي أحد الأسباب الرئيسية لضعف النمو ما ننسى كمان في عوامل بيئي أو عوامل نوم حكيم عوامل اجتماعية مثلا سترس النوم عشان نحنا بنعرف هرمون النمو بينفرز بفترة النوم العميق اللي نحن نحن نايمين إذا الطفل ما بينام 2 ساعات نايم كافية عميقة ما حيكون عندنا إفراز كافي للهرمون ليعطينا نمو كامل يعني هؤلاء كلهم شغلات بدنا ننتبه لهم بس حكيم هؤلاء بيأسروا على النمو خلاص يعني الدائم أو بيمرؤ فترة بيمرؤ فترة إذا صلحنا هالعادات السيئة يعني هؤلاء بيكسروا الجينات حتى يعني اليوم إذا عنا جينات لأولاد مفروض يكونوا أكبر وطوال ونموهم بيجنة بتجي هالعوامل الخارجية قدي بتأثر نسبيا على النمو تأثر نسبيا بين 30-40% بس ما بتأثر على الجينات بس هالقدي يعني كثير إذا بتتصلح العادات السيئة السوق التغذية مثلا مرض الغدى الدراقية مشكلة النوم بسعب نحكي عن النوم والأكل والإسترس والغيري والتنمر بالمدرسة ما ننسى أنه إذا واحد بسعطه أصيري بالمدرسة ممكن يتعرض لتنمر بعد أصحابه أو رفاقته بالصف هذه كمان بتعمل مشكلة عند الولاد سترس بيوقف النمو بيخفف نمو ما بيوقف هيدا من العوامل اللي بتخفف بنسبة 30-40% بتخفف النمو معناتها نحنا عم نحكي بيقداش ساعات نوم بقنا نحكي حسب عمر الطفل يعني إذا ما نحكي هلا طفل بـ 6-7-20 بقنا نحكي بـ 8 ساعات 9 ساعات نوم نعم وأكتر مفروض يعني تكون هي معدلة 8 ساعات حتى نحنا هلا كلمة يعني زيد العمر أكيد ساعات نوم بتخف بس عند الأطفال لحديث فترة المراهق لازم يكونوا بين 8 ساعات مينمو 8-10 ساعات حتى نحنا حكيين يعني اليوم الإنسان إذا ما نم 8 ساعات بدي يكون في عنده تخلخل بشخصيته بنفسيته هلا أسباب فيه أسباب جينية نعم عندنا أمراض كروموزومات مثلا عندنا تيرنر سندروم اللي عند تصيب الصبايا عندنا نقص كروموزوم بداني عندنا 46 كروموزوم إكس إكس عندنا 45 إكس زيرو في نقص هرمون إكس هايدي بتودي لأسر لأسر مشكلة نمو كمان مشكلة بالدورة الشهرية ما عندها دورة شهرية وما أكيد عندها مشكلة إنجاب كمان عندها نونان سندروم كمان هي مشكلة جينية بتأسس بتعملها ضعف بالعضلات ومشاكل بالقلب عندنا برادر ويلي سندروم كمان هي موجودة بالكروموزوم الخمسة عشر تعطينا نصاحة تعطينا كمان الريتخة بالعضلات وأكيد أصر بمشكلة نمو نعم ما ننسى كمان في بعض الحالات بالداون سندروم كروموزوم واحدة وعشرين بتعمل كمان مشكلة نمو عشان مشكلهم بيطلع أطواب للأسف بعدين عندنا أمراض الهرمونات بتنحكينا الغدد درقية أو ضعف بهرمون النمو ناتج عن أصابة بالدماغ أو بالغدد النخمي أو سمح الله عنده ورم أخذ أشعة أخذ صرفين عنده التهابات بالمخ تأثرت الغدد النخمي كلهم عوامل بأسروا لعدم انتظام أو ضعف بالهرمون دكتور قبل ما نوصل للتشخيص وطريقة الفحوصات وغيره بس سؤال هو أنه أي متى نحن نقدر نقدر إذا هذا الموضوع هو موضوع وراتي أو هو ناتج عن مشكلة ما يعني نحن إذا بنا نطلع بها الجراف هيدا كيف فينا نعرف بدنا نرائب نموه للصبي أو للطفل أو للبنت خلال سنة أو سنتين نشوف كيف التندنسي تبعيته يعني عم بيزيد بس تحت المعدل والله ما عم بيزيد ووقف محله هلأ إذا عم بيزيد بس تحت المعدل هون في عنا حالتين يا أما عنا فاميليا يعني شغلة بالعيلة موجودة أو عنا كونستيتيوشيونال هو جسمه هاك عنده نمو بطيء هلأ الفاميليا اللي هي عادة بطيء أو بيضل هيك لا بطيء بس بيرجع بعوض بس إنه فينا يعني تحت المعدل أوكي هلأ الفاميليا اللي هي بنا نشوف اللي بنحددها بصورة العظم يعني بس نحن كي بقى لا شوي بالتشخيص بتقدلنا إذا العظم مأخر هادي اللي مصلحته إنه بعد ما هو مجالين ما هادي منشوفها عنده كتير حالات إذا كانت الأم أو البي عندهم بلوغ مأخر يعني بعد الـ 14-15 سنة للبنت أو عنده الشب فوق الـ 15-16 سنة عدين مننا بنعرف نحن شبته الطول هي بتصير على البلوغ يعني بس يبلغ حيرجع يعود هالنقص بالنمو شو بيبين من صورة أول شي كي تنعمل صورة العظم صورة عادية للكف عشان نحن عنا كف الشمال عشان نحن خنالة كويننا بيتكونوا العظام أول شي بيكونوا عظمتين ثلاثة بعدين كل ما ينعنا العمر بيزيد العمر كل ما العظم بيزيد أكتر وكيف تبعيتهم الحكيم الأشعة وفي عندنا أطلس جراف هو بيطلع فيهم بيقلنا هذا العمر بين كذا وكذا بينما إذا كونستوتيشونال ما عنا العظم بيكون قد العمر طبيعي ما في عنا تأخير بالنمو والعظم هادي الفرق بينهم هلا الفحوصات أكيد بيطلع تقريبا ما عندهم أي مشكلة هلا اللي حكي عن الفحوصات بسخليني نذكر مشاهدينا بأنه فيه نتواصلوا معنا على 0464 إذا عندهم أي سؤال لا دكتور منسوريا اللي موجود معنا اليوم موضوعنا هو مشاكل النمو عند الأطفال حكيم فيه فحوصات تانية اللي يجب تنعمل يمكن قبل ما نعمل صورة العظم نشوف إذا فيه عندهم مشكلة معينة انطولرنس على شي بدي أسأل عن هالموضوع سيليك ديزيز هي أحد الأسباب لعدم تقصر النمو عند الأطفال أكيد بنعمل الفحوصات طبعا السيليك ديزيز أو حساسية على اللاكتوز أو على الأمح أو على الأمح هوليك لا اللاكتوز ما خصة بس الأمح أكيد أكيد لازم البيدياتري يكون هو من طريقة أخذ الطفل اللي عنده أكيد يتابع هالموضوع يتابع هالموضوع يعرف إذا عنده انطولرنس على السيليك ديزيز هيدوري بنعمل بحوصات دام بحوصات دام وأمرار زيادة بالتشخيص بنعمل ندور وناخد خزعة من المعدة من المصر من 12 لنشوف إذا في عنا مزبوط عنا انطولرنس بلدكتور كمان إذا بننضل نحكي عن الأسباب شوي إذا في فقر دام نقص بفيتامينات بها الأمور ندخل بفقة سوق التغذية إذا عنا سوق التغذية أكيد الفحوصات الجنرال اللي نعملون أكيد الفحص قوة الدام الحديد الكالسيوم الفيتامين دي وأكيد الهرمونية هرمونية الغدية هرمونية النمو وهرمون الجيف والجيف وعلى سماع التنميدين سيل يشتغل عن طريق الجروس هرمون هون يفحوصات دام الفيتامينات هو الأول ستب دكتور الفيتامينات بتساعد إذا في عنا فقر دام نتج عن ضعف الفيتامين بـ 12 أو حديد أو فوليك أسيد أكيد يستعطي يون أكيد يمكن يتحسن الوضع بشوش أنه هيك نعطي على صحة السلام لا تشوف الفحوصات شو بتقل لح نحكي عن هالموضوع عندي اتصال ألو ألو يا هلا تفضلي ألو أهلا فيك تفضلي عم نسمعيك بوزور تفضلي أنا أنا عندي بنتي عمره سبع سنين أوكي أوكي عندت لأج أسطي طبعي نعم طليعن بعشرة سنر وشهد نعم بس هاي ما عملت فحوصات تانية مدام بلع عندي نجا فحوصات تانية طلعوا طبيعيين والله فيهم مشكلة لا كلهم طبيعيين والإيجي أسآ أي مئة سبعة سسعين و تروي وطلع أسآ لأنه أنا عندها أسطي رجل تماما في الدنيا أوكي هلأ عادة شكرا لأتصالك لحن جارب من جو قد ما منقدر الأج أسو أو إذا مأخر أكثر لحديث السنة ونص ما منعتبره تأخير يعني للسنة سنة ونص عشر تشهر تمام فوق السنة ونص منبلش نحن ناخد احتياطاتنا نعمل كف الفحوصات لنشوف معناها بعضها ضمن الطبيعة مننطر شوي بهذا العمل طبعا من الأول إذا عم بتزيد أو هي على أي موجودة قبل ما نتابع بالحلول حكيم بس هكي بين هلالين كنا عم نحكي عن الفيتامينات هن الفيتامينات بشكل عام إذا عم نحكي ملتي فيتامين أو يمكن نعطي حديد من وقت لوقت أو فيتامين دي من وقت لوقت دائما نفكر أن الفيتامين دي بيساعد لأنه أداء الإشياء مظبوطة عادة نحن أكلنا متوازن إذا الطفل بيأكل كل شي يعني خضرة فواكية لحمة طبخ كله ما في لزوم نعطي وما في لزوم نعطي فيتامينات إلا إذا هي الفيتامين دي اللي نحن عنا إياها باللبنان تقريبا طريقة الشعب اللبناني عنده إياها ونعود بالفيتامين دي بس ما في لزوم نعطيه فيتامينات إذا هو أكله متوازن وأكله ما بيان فينا نساعد بشي إذا ما بيان فينا أول شي نشوف العادات اللي حكينا عنه النوم التغذية سترس الموجود فيه وإذا فينا نعطي فيتامينات هول ليساعدوا هرمون النمو لا ينفرز ناخدهم مثل هني أمينو أسد مثل الأرجينين هو هو أرجينين بالأحرى يتاخذ بالليل لشان نحن مثل ما نعرف هرمون النمو ينفرز بالليل حسب وزنه فينا نعطي إبري أو إبرتين كل يوم قبل النوم بعد الأكل بشي ساعة لأبسوربشن نصير أحسن بس حكيم هيدا إذا في مشكلة لا إذا ما في مشكلة إذا ما في مشكلة نساعد نحفظ هرمون النمو لنساعدوا أكتر ناخدهم عادة كل ثلاثة شهر من نقف شهر وعادة فيه فلو أب مع الحكيم لأشوف إذا عم بيزيد ولا لا هلأ ستاب التانية هي الفحوصات لأولاد عشان نحن مثلا بنعرف هرمون النمو هو هرمون سترس نحن بدنا نحرك نحركه نشوف هم ينفرز طبيعي ولا لا الشغلة الوحيدة اللي نحن فينا نعمل سترس للجسم نعم هي نوطي السكر بس نوطي السكر هي للجسم لا يعوض هبوط السكر بها الحالة بدنا ينفرز عدة هرمونات لا يطلع السكر هون بتقدروا تعملوا الفحوصات هون بيبين معنى إذا في ضعف ولا لا يعني نحن نعطي انسولين بالشريان أصد أصد نوطي السكر أكيد تحت إشراف طبي ومراقبة كدقيقة كربع ساعة بنعمل فحص ومنجوف إذا بعد هل تست بنعمل لفترة ساعة إذا بخلال هذه الساعة ما زيد الجروس هرمون يعني هرمون النمو لفوق العشرة نانو جرام ديسيليتر نعتبر إنه في ضعف في بتاست واحد يا عمر هون هذي أكيد من 4-5 سنين وطلوع هل قد عن زغر ما مننطل للمراهقة لا إذا ما هون للأسف عم يجيون على حالات يكونوا بالغين وبيجوا في الدنيا يعني عفزل عن زغر بس يبلش عوارد البلوغ لازم يبلش بس قبل ما نختم حكيم منك كان عندي اتصال ألو ألو يا علاد فضلي يسألك إسألك دكتور خلق بينت في عندك ناقص حديد عطول هي عمل 18 سنة هلأ نعم نعم نضمن عند في عاري كارتزال مهم ما وضح لنا شي عن الكارتزال بس قال لي حديد هلأ بتسأل شوف كارتزال يزور وقال لي شوية تسور مع نسبعك مظبوط رح أطلب منك تضلي تحت الهوى تاخدي رقم الحكيم تحت الهوى وتحكيه عليك الحال منه بيمكن أحد أسباب مشكلة النمو يلي عندهم أمراض مظلمة مثلا مثل الربو مثل الروماتيزم هو يضطروا يأخذوا كارتزال نحنا كلما ناخد كارتزال عنده كارتزال مهيم الكارتزال بيجي بالكارتزال نا الكارتزال الكارتزال العالي معنات جسم عم يعمل كارتزال زيادة الكارتزال زيادة بروح يسكر العظم بتعمل مشكلة نمو دكتور سريعا نحن انتهى وقتنا غير هالأبر يلي ذكرتهم في علاجات تانية في علاج هرمون نمو يلي بيفرد نفس المادة اللي بيفرزها الجسم نعطيها إياها هاي دي مختلفة عن الأبار يلي حكيت عنهم تحفيز أمينو أسر هيدا هرمون هرمون هذا بدي تاخد يوميا تحت الجلد مثل الأنسفلين هلأ معنا كلهم بيجوا بشكل ألم لفترة البلو يعني من أي عمر منبلج فيه منظل أكيد أدي بيزيد البلو لا لحديد فترة البلو بس أدي بيزيد النمو نمو حسن بس أنه عادة منعود النقص يعني بيرجع النمو كأنه طبيعي ناخد 6-7 سنطة 8 سنطة دكتور ممدوح منصور اختصاص غذة سماء وسكري شكرا لألك رح ناخد وقفة ونرشا شكرا للمشاهدة